بعد انقلاب ميليشي الحوثي واستيلائها بالقوة على السلطة في صنعاء بدأت سلسلة من الحروب التي لا نهاية لها ومع كل حرب يفقد آلاف الناس أمانهم ويضطرون للمغادرة فيتحولون إلى نازحين ويفقد غالبيتهم مصادر دخلهم بمجرد النزوح فتكون مخيمات النازحين العشوائية مأواهم المؤقت بانتظار الفرج تعاني مخيمات النزوح في اليمن من انعدام البنية التحتية مما يجعلها عرضة للكوارث الطبيعية مثل السيول كما تعاني من نقص الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والغذاء والمياه الصالحة للشرب ما يجعلها مرتعا للأمراض والأوبئة فيعيش النازحون حياة مليئة بالتعب والفقر والحرمان المضاف إلى الخوف من نزوح جديد قبل الحرب كانت مدينة مأرب صغيرة ونائية يعيش فيها أقل من مئتي ألف نسمة غير أنها أصبحت وجهة للنازحين الفارين من بطش وظلم ميليشي الحوثي فتحولت إلى مدينة من المخيمات تشير تقديرات رسمية إلى أنها تؤوي أكثر من مليوني نازح غالبا ما تبنى مخيمات النازحين بطريقة عشوائية في أرض غير صالحة للسكن تقع في مجاري السيول ومع كل موسم أمطار تتكرر المأساة بغرق المخيمات حيث تسببت السيول الغزيرة التي هطلت مؤخرا بأضرار جسيمة لمخيمات النازحين أدت إلى تدمير العديد من الخيام والمنازل وتسببت في تفاقم معاناة النازحين وزيادة احتياجاتهم تقع مدينة مأرب ومخيمات نازحيها على الطريق الدولي الذي تمر منه المساعدات القادمة من السعودية إلى اليمن كما تقع على بعد كيلو مترات قليلة من آبار النفط والغاز وبالرغم من هذا وذاك إلا أنهم يعيشون منذ سنوات حياة صعبة فلا الحكومة والسلطات أحست بوجعهم وأنفقت عليهم من عائدات النفط والغاز ولا المنظمات الإغاثية التزمت بمنحهم ما يقيهم أخطار السيول وحر الصيف وبرد الشتاء مما يجود به المانحون من المساعدات الإنسانية